فعلا شهدت الفترة الأخيرة تغييرات داخلية وخارجية لاحظنا تطبيع غير مسبوك مع الدول العربية نتنياهو حاول يستغل هذه الكارت هذه البطاقة في الانتخابات حكى على عملية سلام ما اسمها بعملية السلام فكر أنه من خلالها يؤثر على الصوت العربي داخل إسرائيل توقعات أنه بعد ما فشلت هاي اللعبة هاي الخدعة اللي حاول نتنياهو من خلالها استغلال الصوت العربي وكان عنده محاولات أخرى يعني لأول مرة من شاهد أنه في حملة إعلامية ضخمة في البلدات العربية طلعت تحت شعار ما يسمى بأبو يائير بطل اسمه بيبي نتنياهو صار اسمه أبو يائير في محاولة منه أنه يحصد أصوات يكسب أصوات داخل البلدات العربية النتائج الأولية اليوم بتشير أنه فشل أنه اللي كود ونتنياهو فشل في محاولاته هذه وبالتالي حتى محاولات استغلال بطاقة التطبيع كمان فشلت بالتأثير على المجتمع العربي على المواطنين العرب توقعاتي أنه لن يحاول مجددا استغلال هذا الكارت خصوصا أنه إحنا يعني في حال النتائج اللي عم تصل صحيحة للأسف ونسبة تصويت في المجتمع العربي بقية متدنية فنحن ذاهبون لحكومة يمين بقيادة يمين عنصري متطرف طيب أستاذة كاملة بين يمين نتنياهو بين جبير واسمو تريتش هذا التفكك في الصوت العربي هل يفيد نتنياهو أكثر أم منافسي؟ للأسف الشديد في هذه المعرات كان فيه انشقاق أحد المركبات عن القائمة المشتركة طبعا هذا كان بمثابة هدية لبني يمين نتنياهو وأنا أعتقد أنه سعى لذلك أيضا من خلال وعودات للقائمة الموحدة الإسلامية الجنوبية طبعا ذلك يصب في مصلحة اليمين في مصلحة بني يمين نتنياهو ونحن نرى هذه النتائج اليوم في نسبة تصويت المتدنية في البلدات العربية مقررة بالانتخابات السابقة في أذار 2020 وفي أيلول 2019 حيث كانت نسبة تصويت مرتفعة أكثر مما هي عليه اليوم في البلدات العربية هذا الانشقاق أو الانسلاح عن القائمة المشتركة ووجود قائمتين متنافستين داخل المجتمع العربي وكم من التحريض اللي كان في الفترة الخيرة هذا طبعا أثر على خروج المواطنين العرب إلى الصنضيق وبالتالي النسبة المتدنية ستؤثر حتما على نسبة تمثيلنا في الكنيسة ترجمة نانسي قنقر